اهلا بكم في صقف نفسك لو دي اول مرة تتابعونا اضغطوا على زر الاشتراك والجرس وسيبوا اسئلتكم تحت الفيديو وهنرد عليكم في ايه ارابات النهاردة هنعمل مع بعض جلاش ثوري بالمكسرات طعمه حلو جدا ولذيذ تابعوا الفيديو الاخر عشان تعرفوا الطريقة مظبوط اول حاجة معايا هي عجينة الجلاش الجهزة معايا كمان كمية من المكسرات متكسرة شوية وبغدة كده تحميصة بحيث ان طعمها يكون حلو معايا كمان حشوة تانية زبيب وجوز هند وكمان سوداني وده صيرة بتاع الجلاش بيكون لا تقيل قوي ولا خفيف هحط كده معلقة من الصيرة وعلى الحشوة علشان يمسكوا في بعض ما تتساقطش من قلب عجينة الجلاش وهقلبهم كويس جدا جدا بالنسبة كمان للسمنة المستخدمة انا منستخدمها سمنة بقري تقدروا تستخدموا اي سمنة بس بقليش لا زيت ولا زبدة لانهم بينشفوا الجلاش شوية جيب ثلاث ورقات من الجلاش وابتدي ان انا ادهنهم بالسمنة انا استخدمت للكمية كلها نصف كباية من السمنة هنسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف هبتدي بقى اقلب الورقة واقوم دهنة سنة وهسيب ورقة مش مدهنة بالسمنة خالص مفيش مشكلة كله بياخد من بعضه هبتدي ان انا سيب صمتي كده واقوم حتى المكسرات على خط مستقيم بحيث ان انا اعرف الف ورق الجلاش كويس واقوم لفها كويس جدا لو اتقطع منكم حتة صغيرة من الطرف مفيش مشكلة كملوا لف الجلاش وكده كده احنا بنحط السمنة وما بيبانش خالص بالنسبة للصانية بقى استخدموا اي صانية نكون مش دهننها اي حاجة هو في السمنة بتاعته وهنحط الرول بتاعنا على الجزء المفتوح يكون تحت بالشكل ده نعمل واحدة تاني مع بعض هبتدي ان انا ادهن السمنة بتاعتي بالشكل دوت الاحسن ان انا مدهنش بين طبقات الجلاش بيكون سيئيل جدا هقوم قلبة كده ورقتين اهم حاجة ان انا اضبط الورقة كله على بعضه علشان ما يعزبنيش وانا بلف عايز اقولكو كمان ان حشوة جوز الهند ويلز بيب ويلزو دهن يتعمها حلو جدا جدا بتكون طرية كمان عن حشوة المكسرات وهبتدي الف بالشكل دوت لحد ما خلص كل الكمية اللي معي بعد ما خلصنا كل الكمية بقى هبتدي ان انا اقطعه بالشكل اللي انا عاوزاه حابينه صغير صوريه حابينه صوابع دي حاجة ترجعلكم انما لما بيكون صوريه بيكون اشيك في الاكل بكتير وكمان في التقديم لو فيه ضيوف او حاجة بس لحد ما خلص بقى كل الكمية وكمان بيتقطع بمنتهى السهولة ما تقلقوش دول معلقتين من السمنة السايحة متسخنين كويس جدا جدا هبتدي ان انا احطهم على عجينة الجلاج بعد التقطيع بالشكل ده بالنسبة للفرن بقى الفرن هنكون مسخنينه مسبقا تقريبا عشر دقايق على درجة حرارة 200 هتخش في الرف اللي في النص اول ربع ساعة مش هنشغل الشواية خالص بعد كده هنلاقيها حمرت من الجوانب وكمان من تحت اخدت لون دهبي هنشغل الشواية 3-4 دقايق ونكون متابعين الفرن كويس جدا جدا بحيث ان اللون ما يغمقش مننا زيادة عن اللزوم يعني توتل التسوية هيكون من تلت ساعة لحد نص ساعة بالكتير قوي كده خرجت من الفرن بقى هبتدي ان انا قدلها السيرب بتاعها طبعا السيرب ساقع وهي سخنة وهبتدي ان انا قدهن بالشكل دوت على كل وحدات الجلاش وطبعا اتفكر من بعضه زي ما انتوا شايفين وبقى تمام جدا اهم حاجة واهم التركات للجلاش علشان يكون مورق ان عجينة الجلاش نفسها تكون خفيفة وكمان نوع السمنة بيفرق جدا جدا في الطعم وعايز اقولكو كمان اخر حاجة المعلقتين السمنة اللي احنا حطناهم السخنين بتساعد جدا على توريقة الجلاش بس كده وهسيبه يبرد خالص وبعدين احطه في طبق التأذيم وهنا قدمناه بالشكل ده بعد ما بارد جربوه هيعجبكم جدا جدا اشتركوا في القناة